العوامل المؤثرة في الإدارة التعليمية سنتحدث في هذا الموضوع عن أربع عوامل رئيسية تؤثر في الإدارة التعليمية باعتبار أن الإدارة التعليمية نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بعوامل المحيطة به سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو جغرافية وهذه العوامل لها تأثيرات على مختلف مستويات الإدارة التعليمية اكتدام من أعلى مستويات الوزارة مثلا ممرورا بإدارة التعليم في المناطق التعليمية والمحافظات وانتهاء بالإدارة المدرسية والكتاب المقرر يتحدث على العوامل المؤثرة في التفصيل من صفحة 116 إلى صفحة 120 أول عامل من هذه العوامل هي العوامل الاجتماعية والعوامل الاجتماعية نقصد بها عامل الدين واللغة والقيم والعادة والتقاليد والبلدان التي فيها أكثر من عقيدة وأكثر من قومية وأكثر من لغة وبالتالي ما ينعكس على هذا التباين من التباين في القيام والعادات والتقاليد يعني تقد مشكلات كثيرة جدا في هذا القانب وتعتبر بالنسبة لها العوامل الاجتماعية عوامل مؤثرة تؤثر في الإدارة التعليمية وتؤثر في مستوى المقررات الدراسية التي يدرسها الطلاب مكتبين أو تعتبر خصوصيا لبعض القومية وبعض الديانات في المملكة العربية السعودة ستعلم مبني على المبادئ الإسلامية خلال ترسيق الإيمان بالله ربه وبالإسلام الدينة وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي ورسوله لكن في بعض الدول كالولايات المتحدة وفرنسو اعتبرت تعليم الديني ليس المسؤولة التعليم العام لذلك تعمل الإدارة التعليمية في هذه الهدن على عدم إدخال الدراسات الدينة ضمن البرامج الدراسية اللغة مثلا تلعب اللغة دوراً هاماً في تشكيل النظم التعليمية وتواقع الإدارة التعليمية الصعوبات في الدول التي تتكلم سكانها أكثر من اللغة ففي بلدان مثل كندا وقنوب أفريقيا وبلقيكا والهند توجد مجموعتان لغويتان أو أكثر نتيجة لأسباب تاريخية وجغرافية مثل هذه البلدان تباين الدين وتباين اللغة ينعكس على تباين القيام والعادات والتقاليد إن عدم تقانس أبناء المجتمع الواحد من حيث تعدد الوظائف الدينية والأقليات وما يرافق ذلك من تعدد اللغات واختلاف العادة والتقاليد والقيام كما مهم موجود في المجتمع الأوروبية والولايات المتحدة والهند يشكل أعباء إضافية على الإدارة التعليمية ينبغي عن توائم وتضع عوامل تؤدي إلى انسجام منتسبها العمل المدرسي وبذلك تتأثن الإدارة على مستوى المدرسة في المجتمع الواحد بما يحمله الطلاب من قيام وعادات وتقاليد تنعكس على سلوكهم في المدرسة العامل الثاني العوامل السياسية الإدارة التعليمية فرعة من الإدارة العامة وهي أداة لتنفيذ السياسة العامة للدولة في أي بلد من البلدان بالصفة العامة نقل أن الإدارة السياسية تساهم بشكل كبير في تحديد أهداف النظام التعليمي كما ذكر عند الحديث عن تأثر النظام التعليمي للعوامل الاجتماعية فإن الدولة تحدد تعليم الدين أو لغة معينة أو أن سياسة الدولة توجه الإدارة التعليمية للنظام التعليمي تعليما ما ترى أن المجتمع بحاجة له العوامل السياسية التي تؤثر في الإدارة التعليم للنظام التعليم إما أن تكون إدارة السياسية مباشرة أو ظروف سياسية مؤقتة تؤدي إلى تخلي المجتمع عن نظرية السياسية لظروف الحرب والاحتلال والاضطرابات أو إلى آخره. بالإضافة إلى ما تقدم فإن اختلاف التيارات السياسية في المجتمع يؤثر في الإدارة التعليمية بصورة مباشرة فمثلا عند تغير الحزاب الحاكمة يكون الحال كما هو الحال في بريطانيا نقد أن حزب العمال وهو حزب يساري عندما فازوا السلام الحكم أهتم بنشر المدارس الشاملة في التعليم الثانو اجتنادا إلى أساسها الاشتراكية التي تلغي عملية الانتقاء والتوزيع في التعليم ونقد أن حزب المحافظيين يعارض التعليم الشامل وبصفة عامة نقد أن العوامل السياسية سواء كانت دائما مؤقتة أو حزبية أو استعمارية تحدث أثرا واضحة المعالم على الإدارة التعليمية للنظام التعليمي. العامل الثالث العوامل الاقتصادية تتأثر الإدارة التعليمية بالعوامل الاقتصادية مثل الفقر وتقليص القبور في السياسة التعليم والعقد عن سد احتياجات التعليم وتوفير الكفاءات المهامل وبما نعكس سلبا على التعليم. كثير من البلدان لا تسعى إلى تعميم التعليم الابتدائي والتعليم الإلزامي نظرا لضعف مواردة وبالتالي حتى قد تخفض من عدد السنوات الدراسية للتعليم الابتدائي الإلزامي سواء كان ابتدائي أو أساسي. وبالتالي مقدار ما يصرف على العملية التعليمية يؤثر بشكل أو بآخر يعني فبعض البلدان قد تلقى إلى سياسة الاهتمام بالقانب الكمي وتغفل الاهتمام بالقانب النوعي. وبعض البلدان التي اقتصادها قوية منها مثل دول الخليج تعطي التعليم بالسخة وبالتالي تركز على الاهتمام بالقانب الكمي وعلى الاهتمام بالقانب النوعي وبالتالي يكون تأثير العوامل اقتصادي على التعليم يعني ليس له تأثير سلبي إن قلة الموالد المالي شكل بشكل مباشر واتضح في عمل الإدارة التعليمية سواء في توفير الوسائل التعليمي أو في حكم الفصول الدراسي وعدد الطلاب في كل فصل أو المبنى المدرسي وتوفر القاعد والمعامل المناسبة للعملية التعليمية مما يجعل الإدارة المدرسية تنشغل في حل المشكلات الناجمة عن قصور توفر هذه الإمكانيات ولنا أن نتخيل موجوده مدير المدرس في مبنى متهالك أو مستقر من صعوبة ناتية عن نقص بالإمكانيات مقارن بمدير مدرسة آخر في مبنى صمم ليكون مدرسة العوامل الطبيعية والجغرافية هي العامل الرابع هناك فرق ما بين المدن والقرى في القرى والتقمعات السكانية وكيفية الوصل إلى المدرسة كما يتم التأثر بالتشتت السكان وتباعد نتيجة للعامل الجغرافي فتباعد التقمعات السكانية يجعل من الصعب أن نجمع عدد من السكان في تقمع مدرسة واحد بالإضافة إلى تأثير قصاوة المناق وكثرة الأمطار وتأثيرها على العمل المدرسي في بعض الدول نظران قصاوة المناق وشدة البرد يتأخر سن الإزام لالتحاق التلاميذ بالمدرسة عاما أو عاما يعني بدل من التحاق بالسن السادسة ممكن نسمح الأولى بالالتحاق بالسن السابع أو الثامنة حيث يبدأ الإزام من سن سبع إلى ثمان سنوات كما أنها لا تنتشر دور للحطانة أو رياض الأطفال دون السابع بعقس دول البحر المتوسط والشرق حيث يسمى هالطف بالذهاب إلى الروضو في السن الثالثة نتقال لإعتدال المناخ في أستراليا العوامل الطبيعية والجغرافية والمناخية أدت بالإدارة التعليمية لإيجاد نظامين للتعليم النظام خاص بالمناطق العمرانية والمدنية ونظام آخر خاص بالمناطق الأنائية حتى وريفية يقتصر في مداه ودراسة على سن الخامس عشر وتقوم الدراسة فيها على أساس وحدات من المدارس الصغيرة تضم أعداد صغيرة من الطلاب في البلدان التي مناخ يتميز بخثرة الأمطار بصورة مستمرة مع شدة البرد يؤدي إلى ضرورة الاهتمام عند بناء المدارس بتوفير سلاحات وملاعب للرياضة مغلقة داخل بناء المدرسة ذاته والاهتمام بألوان نساطة التي يتم داخل الأبنية المغلقة بصفة عامة إذن هذه العوامل تؤثر على الإدارة التعليمية وتختلف هذه العوامل من بلد إلى آخر وقد تكون متوفرة معظم هذه العامل أو يحدث تأثير لأحد أو بعض هذه العوامل